ليس مجالها الحيوي ما أصبح مساحة مفتوحة أمام التهديدات الحوثية بل إنها باتت مجبرة على الخضوع للمطالب الأمريكية أملاً في توفير الحماية الحديث هنا عن السعودية أكبر الخاسرين في حرب اليمن خسارة جنتها الرياض على نفسها نتيجة حسابات خاطئة جعلتها تعرف أمنها القومي بالضد من مصالحها وعمقها الاستراتيجي الحال ينطبق أيضاً على الإمارة التي دخلت مجال الاستهداف الحوثي وباتت بحاجة ملحة للحماية الأمريكية وإن كانت أوفر حظاً من السعودية في حسبة الربح والخسارة والأكثر من حيث التفاعل الغربي مع التهديدات الأمنية التي تطالها هذا التفاعل ابتدى بتنديدات واسعة أتبعته الولايات المتحدة بإرسال المدمرة يو اس اس كول إلى الإمارات مع سرب من المقاتلات الجوية واشنطن أيضاً أبدت استعدادها لتزويد أبو ظبي بمنظومة دفاع تقول إنها الأحدث في العالم شريطة أن يقتصر تشغيلها على الجنود والخبراء الأمريكيين هذا الكرم الأمريكي لم يكن ذاته مع السعودية التي تواجه مشكلة كبيرة نتيجة نقص مخزونها من صواريخ باتريوت ورفض الولايات المتحدة تزويدها رغم التصريحات المستمرة من إدارة بايدن بالالتزام في حماية الرياض الحوثيون الذين يرفعون شعار الموت لأمريكا هم ذاتهم من يحققون أهداف السياسة الأمريكية ويجعلون لوجودها ضرورة لحماية المنطقة لذلك تبدو واشنطن محرجة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيا وما زالت منذ أشهر تراوح في مربع التهديد بالعقوبات